والآن أدعو دولة الرئيس نجيب مقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية لإعطاء قلبته فليتفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أصحاب الفخامة والسمو والسيادة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السلام عليكم وعلى أهل غذة وعلى وقع الدم العربي المتضفق في فلسطين ولبنان من دون رادع وبكاء الأطفال والنساء الثكالة فوق أشلاء الذين استشهدوا من أهلنا نجتمع اليوم لنؤكد لأنفسنا أولا ولكل العالم تاليا محورية قضية فلسطين أرضا وشعبا وما تختزنه من قيم نؤمن بها جميعا فأمام صورة المشهد الدامي في قطاع غزة وأمام مشهد الطفولة التي تنحر هناك مع صبك الإصرار وأمام مشهد الاحتداء الإسرائيلي القاتل على الصحفين والفتيات الثلاثلات استشدنا مع جدتهم بالغدر الإسرائيلي في جنوب لبنان وأمام مشهد التدمير الممنهج تسقط كل مفردات الإدارة التي أثبتت الأيام أن إسرائيل لا تكيم لها وزنا لا يردعها قانون دولي ولا ضمير إنساني لذلك في هذه اللحظة التي تجمعنا في بلاد الحرمين الشريفين نحن مدعونا إلى التضامن والعمل المشترك من أجل إنقاذ فلسطين وغزة كلنا اليوم استعد الوضع الكارسي ولكن علينا أن ننتخل إلى مربع القرار فغزة تستغيثكم فلا تردوها خائبة صاحب السمو الملكي أصحاب الفخامة والسمو السيادة فلسطين قضية عربية أولا وأخيرا ونكبتها نزلت بعالمنا العربي ومزقت شرقه عن غربه ومشروع التوسع والتهجير مزال أساس السياسة الإسرائيلية لذلك نحن مدعون لأن نطلق صرخة إنسانية واحدة بأن وجع فلسطين هو وجعنا دمها دمنا مصيرها مصيرنا فهي مهد السيد المسيح ومسر الرسول عليه الصلاة والسلام فعلينا العمل معا لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار وفتح المعابر وأدخال المساعدات لإخواننا في غزة وأطلاق مسار سياسي جدي وفعال يدفع باتجاه حل عادل وشامل ودائم لقضيتنا المحورية ومن أجل التوصل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي يبقى حل الدولتين بمثابة أفضل المسارات للمضي قدما والسعي إلى بناء مستقبل أفضل لنا جميعا على أساس المبادرة السلام العربية التي أطلقت في كمة بيروت عام 2002 أصحاب الجلالة والفخام والسمو والسيادة إنما يشهده جنوب لبنان حاليا من أحداث ونعتبرت في العمق صدى للمآسي في قطاع غزة ليست في حقيقتها سوى نتيجة لتفاقم اعتداءات إسرائيل على السيادة الوطنية وخرقها المستمر والمتمادي للقرار الدولي رأم 1701 ولقد بادرت شخصيا منذ اندلاع أحداث غزة إلى إطلاق النداءات العلنية للحفاظ على الهدوء ولضبط النفس على الحدود الجنوبية ووجهت التحفجرات من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان ومنه إلى المنطقة إخواني إن حيارنا في لبنان كان ولا يزال هو السلام وثقافتنا هي ثقافة سلام مبنية على الحق والعدالة وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لكننا شعب ما راضي ولن يرضى بالاعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أراضيه وعلى المدنيين من أبنائه وبخاصة الأطفال والنساء وبالرغم من كل هذا وذلك نجدد اليوم أمامكم التزام لبنان الشرعية الدولية لا سيما القرار 1901 ونشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ كافة مندرجاته وإلزامها بوقف استفزازاتها وعدوانها على وطننا كنا في لبنان ولا نزال مع فلسطين ودفعنا وما زلنا ثمان العدوان الإسرائيلي وما الوهن البادي على بنية دولتنا إلا بسبب وقوعها على هذا الفالق الذلزالي الذي أدى بها إلى الإغالي في الفراغ والتفريغ لكننا تعودنا منكم النجدة وأنتم أهلها ولست بحاجة إلى التأكيد على أن جميع اللبنانيين من دون استثناء يقفون إلى جانب غزة وفلسطين وهم يأملون منكم أن يكون لهم جميع جميع العرب حضنا وحصنا من الانهيار شكرا لكم